اهلا وسهلا بكم اصدقائي بداية لكي نقوم بعملية تأريج كيبل الانترنت او الشبكة لدينا نحتاج الى بعض المعدات وهي على الشكل التالي نحتاج الى قلم RJ45 بنسة صغيرة وبنسة خاصة بعملية التأريج وخاصة ال RJ45 اذا كما تشاهدون اصدقائي بداية لكي نقوم بعملية تأريج الكيبل لدينا نحتاج الى هذه المعدات لكي تنجح العملية بكل احترافية اذا اعزائي هنا نقوم باحضار الكيبل المراد وضع RJ45 له كما تشاهدون اذا بداية نجهز الكيبل بين يدينا ثم نأتي بالبنسة الخاصة بوضع ال RJ45 لهذا الكيبل ونقوم بقص ونقوم بقص الكيبل كما تشاهدون لكي تظهر الاسلاك واضحة لدينا حيث سيتم بعدها وضع ال RJ45 عند قطع الكاوتشوك الخاصة بالكيبل نقوم بتفرقة الاسلاك عن بعضها البعض حيث تظهر قطعة بلاستيكية صغيرة في الوسط نقوم بقصها او بسحبها عبر البنسة الصغيرة لدينا كما تشاهدون نقوم بذلك على دفعات اللم يتم قطعها من المرة الأولى اذا بعد انجاز عملية قطع القطعة البلاستيكية التي كانت موجودة في الوسط نقوم الآن بتفرقة الاسلاك عن بعضها البعض كل زوج لوحده وبعد هذه الخطوة نقوم بتفرقة هذه الأزواج بحيث يصبح لدينا كل سلك على حدة كما تشاهدون الآن نقوم بفك السلك البني عن السلك البني والأبيض وهكذا نقوم أيضا بنفس المحاولة للأزرق والأبيض والأزرق أيضا أصدقائي نفس العملية للسلك الأخضر والأخضر والأبيض أيضا وفي الأخير نقوم بفك آخر سلك لدينا وهو البرتقالي والأبيض برتقالي كما تشاهدون في الصورة أصبح لدينا الآن ثمانية أسلاك منفصلة عن بعضها البعض هنا نأتي بالقلم لنقوم بعملية تمليس هذه الأسلاك يسهل علينا فيما بعد ترتيبها بالشكل العالمي ضمن عدة مرات أن نمرر القلم على هذه الأسلاك بالضغط على الأسلاك بين اليد والقلم عندها تصبح عملية التمليس سهلة جدا وهذا يسهل علينا عملية ترتيب الأسلاك إذن كما تشاهدون أصدقائي لقد تمت عملية تمليس الأسلاك بالشكل المطلوب الآن نهيئ الأسلاك لعملية الترتيب العالمي الخاص بالرجي فورتي فايف نبدأ بداية بالأبيض برتقالي ثم البرتقالي بعدها نأتي بال أبيض أخضر ثم نأتي بالسلك الأزرق ثم بالأزرق والأبيض ثم الآن نأتي بالسلك الأخضر ثم البني والأبيض وأخيرا يكون السلك البني وهكذا نكون قدرة تبنى الأسلاك بترتيبها المعروف كما تلاحظون الآن يجب أن نجمع هذه الأسلاك وفق هذا الترتيب مع بعضها البعض نسهل عملية دخولها في الارجي خمسة واربعون الآن نضغط على الأسلاك جميعا وفق الترتيب الذي كمنا به ونقوم بعملية الشد يمنة ويسرة حتى نسهل عملية التصاق الأسلاك وفق ترتيبها لبعضها البعض كما تلاحظون لقد شدت الأسلاك إلى بعضها البعض وفق الترتيب الذي كمنا به إذن نحاول الكرة مرة أخرى ونشد الأسلاك بالاتجاهين لنتأكد من أنها التسقط ببعضها البعض ليسهل علينا إدخالها إلى الارجي خمسة واربعون الآن عند الانتهاء من عملية شد ولسق الأسلاك ببعضها البعض نأتي بالبانسة الحاصة الارجي خمسة واربعون ونعمد على قطع الأسلاك حيث نجعل هناك مسافة قليلة لإدخال الارجي خمسة واربعون ونتخلص من باقي الأسلاك كما تلاحظون لقد قطعنا القسم العلوي من الأسلاك الآن نحضر الارجي ونقوم بإدخال الأسلاك بداخلها حسب الشكل الذي ترونه حالياً حيث تكون الأسلاك المعبنية ظاهرة كما تلاحظون نتأكد من أن الأسلاك وصلت إلى أقصى الارجي كما تشاهدون عند التأكد من أن الأسلاك وصلت إلى أقصى مكان في الارجي حيث القطعة النحاسية الخاصة بالارجي موجودة نقوم الآن بكبس هذه القطعة النحاسية الخاصة بالارجي عبر البنسة الخاصة بها ونقوم بالشد عليها كما تشاهدون نتأكد من دخول القطعة النحاسية داخل الأسلاك الخاصة بالكابل إلى هنا أصدقائي نقوم قد أنهينا من عملية تأريج كابل النتورك الخاص بنا حيث سيصبح في هذه الحالة جاهز لوضعه داخل السويتش أو الهاب ونقوم بعملية نقل البيانات في أي شبكة نريدها نفس الشيء نقوم بعمله للطرف الآخر من الكابل نقوم بنفس الخطوات بالتفصيل الذي تقدمنا به شكرا لمتابعتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد ولا تنسوا الاشتراك بالفيديو والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر